اختصاصية التغذية دانا الشكعة دانا انت فقيتيني قبل الهواء بنتكلم عن السعرات الحرارية وقلتيني ان الافوكادو ممكن تكون سعراتها اعلى من البرجر العادي صحي صباح الخير هلأ بالنسبة للافوكادو هلأ هو اكيد صحي اكتر سعرات اعلى ولكن جاي من مصدر طبيعي ولكن حبة الافوكادو الكاملة اكيد فيها سعرات ممكن تكون اكتر من شافة الخبز يعني ممكن حبة الافوكادو الكاملة توصل ل300 او 400 سعرات حسب قديش حجمها لوحدها لانها هي معظمها دهون صح دهون مفيدة ولكن دهون اذا عم ننتبه لوزننا يعني اكيد هي سعرات اذا اذا دخلنا بحسبة السعرات تطلع الحبة الافوكادو برا ونفضل مثلا نحط شريحة افوكادو اضافة جيدة على البرجر بدل ما تكون انه حبة كاملة اذا عم نحسب سعراتنا الحرارية باليوم طب نوعية اللحوم بتفرق في سعرات الحرارية انه بناخد اعلى تكلمين عن الانواع اكيد هلا البرجر المتعارف عليه هو برجر اللحم جمالا اللحم بيكون ما شوي لكن اللي بيحدث سعرات الموجودة في قطعة اللحم هي نسبة الدهون الموجودة باللحم وطريقة الطبخ يعني اذا طبخ بدون زيوت اكيد هذا بيختصر علينا فقطعة اللحم اللي هي تقريبا 100 جرام لوحدها بتحتوي على ما يقارب 200 لـ 220 سعر حرارية اذا ما شوية طبعا كل ما زادت نسبة الدهون باللحم بتزيد معها السعرات طب هذا اللي دخلنا في انه احنا نتكلم عن لحم بقري وبالوقت الحاضر هناك برجر بلحم الغنم وايضا لحوم اخرى صحيح حتى الجمال دخلت الى سوق التنافس بالبرجر صحيح الى اي مدى من الممكن انه احنا حتى وان طبخناها بدهن البرجر نفسه تكون على الاقل منخفضة السعرات منخفضة السعرات ايه نختار بقر ام الغنم خلينا نقول اللحم البقري ممكن يكون اقل بالدهون يعني طبعا وحسب القطعة يعني احنا اذا عم نحضر البرجر في البيت منقدر نطلب من اللحم انه يعطينا قطعة لحم تكون قليلة الدهون منحضرها منتبلها باي توابل مش ضرور نزيد زيوت عليها ونشويها هاي بتخفف السعرات طبعا القلي بزيد السعرات على الاقل مئة سعرات فلأ منفضل نشويها ونحضرها بخبز مثلا قمح كامل نضيف بقلبها خضروات ونقلل من السلصات ما رح تصير بنفس اللذة ففي يعني شايفة نظام الكيتو يعني انظمة غذائية مختلفة بي طبعا مثلا وضع البرجر في الخص قد ايه بيكونوا سعرات حرية اقل كتير اقل هلا اللي امامك الان هلا هاي مثلا فيها تمر وفيها جبنة فكمان بتضيف عليها سعرات وذا عم نحكي خص مع بيرجر لوحدهم ما بتطلع اكتر من مئتين وخمسين لثلاثمية اذا عم نضيف صلصات جوها هاي اذا عم نعملها بالخصة كل ما ضفنا اشياء زيادة يعني شريحة جبنة بتضيف كمان مئة سعرة معلقة ماينيز هاي تسعين سعرة زيادة بالضبط ورانش عليها شو ايه اكيد ونزود كمان مصطرد هذا احنا عم نحكي عن الساندويتش مش مع الوجبة ساندويتش لوحده هذا الساندويتش لوحده اكيد طب اذا احنا نتكلمنا اليوم انه انه هناك من من يضع البهارات هل البهارات تزيد من السعرات لا البهارات خالية من السعرات نقدر نحط البهارات ادنى بدنا لكن اذا اذا حطينا مثلا مناكهات حطينا البعض بالكتشاب يقول انه فيه نسبة السكر عالية فبالتالي الكتشاب رح يرفع والميونيز فيه بيض فيه ما بعرف ليش مكونات بدك خيار افضل حلق بالنسبة للخيارات الكتشاب اكيد فيه سوديوم عالي املاح وفيه سكر فممكن نضيف كمية بسيطة او نختار نوع كتشاب يكون قليل بالملح موجود قليل السوديوم بس خليني اسألك عن اضافات الموز المانجو الاناناس قد ايه بتحط سعرات حرارية بتضيف على البورجر اوكي هلا كل نص موز ماشوي اوكي خلينا نقول هاي نص موزة مثلا كل نص موزة فيها تقريبا ستين سعرات حرارية فبتضيف علينا ستين سعرات حرارية على البورجر مش كتير يعني ما قتش على بس اوكي البورجر يضاف لبصل صحيح جميل ما في شيء لا لا ما في شيء اذا حطينا هذا البصل هلا البصل هذا اكيد في عليه غير انه مقلي بزيت غزير في عليه بقسمات اللي هو مثل الخبز ومتبل بالبيض والطحين فهذا كمان بضيف عليه هلا كل تقريبا خلينا نقول على حسب الحجم حسب الحجم بس خلينا نقول حصة من هاي مثلا الصحن هذا فيه تقريبا ثلاثمائة ثلاثمائة وخمسين سعرات حرارية لانه بصير مثل يعني احنا عدينا عدينا الالفين ثلاثة لا هلا الوجبة اذا بدك الوجبة يعني كاملة اذا عم ناخد بطاطا مقلية او حلقات البصل مع الساندويتش مع مشروب الغازي بتوصل الف وخمسمائة الف وخمسمائة ممكن مع المشروب الغازي اذا ساندويتش بورجر عادي طيب عايزة اسألك على سويت بورجر لا 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 بس انا عادي شلون عادي عادي يعني لحم خبز وخضروات ايه بدون مع تشيز بس فيستخصار بدون بطاطا الساندويتش لا مع بطاطا عجنب طيب سريع انا معناش غير دقيقة هيقدي بيكون فيها سارة حلالية حلا السويت بوتيتا والبطاطا الحلوة بديل كتير احصحي اكتر لانها عالية بالالياف اذا مقلية كمان الكوب او الحصة فيها تقريبا مئتين وخمسين سعرة اذا مشوية مئتين وسبعين بس هي خيار افضل هلوني عنات شو زانا حياتي سعيدة طيب احنا خلينا نقول بانه اليوم هناك خيارات للعائلة بانه تعملها في البيت وبالتالي تقفض هذه الالف وخمسمية للي هي في البيت ولا في المطاعم لا في المطاعم لانه في المطاعم يقولون انه بعض الاحيان الدهون تضيف سعرات حرارية اكثر مما هو متوقع ومحسوب صح؟ هلأ في المطاعم المشكلة كمان الخبزة حجمها اكبر زي ما احنا شايفين الخبزة شوي اكبر بتضيف مرات زبدة على الخبزة عشان يحمروها قطعة اللحم حجمها اكبر والصلصات طبعا الأسلم نكون في البيت شكرا جزيلا لك اختصاصي اذا ترضي يدانا شك على وجودك معنا شكرا 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 فضل صح وهنا نهاية حلقة اليوم ونهاية الأسبوع نراكم الأحد القادم بإذن الله يا معنا الكريم